مساء الخير عليك يا أحمد مساء الخير يا صهر ومساء الخير على الأهلوية كلهم اللي بيتابعونا طبعا إحنا متحمسين عايزين نشوف فرقاتنا وخصوصا أنه النهاردة فيه فرصة وإمكانية لظهور الوجوه الجديدة بس اسمحوا لي لقطة كده قبل ما نتكلم في مطش الاتحاد من شهرين ثلاثة بس مش أكتر من كده كل اللعيبة اللي انضمت لصفوف النادي الأهلي ما كانتش يمكن عارفة أنها السيزن اللي جاي هتلعب دوري أبطال إفريقيا بصفاتها حامل اللقب وهتشارك في بطولة كاس العالم للأندي طموح ما بعده طموح يكفي بس أنك أنت تلبس تيشيرت النادي الأهلي عشان تتحط فيه أعلى المراتب وعشان تشارك فيه أحسن البطولات ونتمنى إن شاء الله بإذن الله التوفيق لكل الوجوه الجديدة اللي انضمت سواء عودة المعارين أو سواء الصفقات اللي نجح النادي الأهلي في التعاقد معها طهر محمد طهر اللي أنا الحقيقة متحمس لي جدا وشايف أنه طهر لعيب يملك إمكانيات كبيرة جدا ناحية الفنية والمهارية والتكتيكية عند طهر أنا بشوف أنه لعيب بالحقيقة من أحسن لعيبة كرة القدم المصرية في التوقيت الحالي تفضل بس عنده حتة البدنية وبتهيئ لو طهر اشتغل ومدرسة دي في النادي الأهلي مدرسة محترمة جدا لو اشتغل عليها بشكل كبير طهر هيكون في حتة تانية خالص صبعا مع أحمد باكم من ولاد النادي مش غريب علينا من جوة البيت وعارف شخصية النادي الأهلي وعارف روح الفنية للحامرة ومعنا بدر بنون لعيب كبير في فريق كبير جدا بحجب الرجاء أعتقد أنه كمان انتقاله النادي الأهلي هيكون صفقة مميزة احتمال النهاردة من الوجوه الجديدة نشوف طاهر أكرم أكرم توفيق ناصر ماهر وبدر بنون دولف القائمة مسجلين لكن في معادة ذلك مستر المسلماني بنسبة تسايف المية هيحافظ على القوام الرئيسي لنادي الأهلي اللاعب مصر الزمالك يمكن يكون عندنا فيه تغيير بسيط كهرباء مكان أجاية طبعا المصاب لكن في معادة ذلك تشكيل الأهلي هيكون ثابت كل توفيق لأبطال إفريقيا